شفت مقطع كده لأسامة حسن نجمينات الزمالك السابق بالتاريق على مجلس الإدارة وبيصخر من مجلس الإدارة وعمال يهزأ في مجلس الإدارة للامانة وللامانة هو محدش من جمهور الزمالك يزعن مني وأنا بتكلم على جزء مش بتكلم على الكل الجمهور الزمالك ده جمهور عظيم فيه ناس كثيرة بالمناسبة زي واحسن مني وأنا جنبهم صفر على الشمال بس أنا بتكلم على الناس اللي بتسيق للزمالك هو طالع يترق على مجلس ادارته و طالع يسخر منهم و طالع يعني يقلش عليهم قدام شاشات التلفزيون عارف لو بتعمل الكلام ده مع اصحابك على قناتك عليتي وبنت حر انما انا ملاحظ ان الزمالك مبيجيلوش الاساء غير من ولده نجوم الاهلي عمر ما شفت حد طلع اساء لكابت الخطيب و مجلس الادارة انما احنا عندنا بيوسيقوا لمجلس الادارة بص يا فندم هناك فارق ما بين الانتقاط بشدة و ما بين التجريح اكتر واحد قال لكم مجلس الادارة بتاع الزمالك الحالي مجلس فاشل انا والوحيد اللي طلع عليهم والناس كلها بتقولها طبعا ورايا لان هنا الناس بياخدوا من كتر ما بيتفرجوا علينا يعني حتى مقدمين محتوى كتير من كتر ما بيتفرجوا على الواحد بدأوا يتطبعوا بالكلام بتاعنا وبدأوا يقولوا نفس المصطلحات بتاعتنا عبيد ولحيسة و بدأوا كمان يقولوا ده مجلس السلحفاء ده مجلس النوم في العسل فانا بقى بقى سعيد الواحد الحمد لله لما بيبقى مؤسر الناس بتقعد حتى تاخد يعني مسكة الالم تلاقي الناس بدأت تمسك الالم زي الاسلوب والحركة والله العظيم انا بشوف بعض ده هكي بقول يعني بطبست ان انا الحمد لله يعني ايه مؤسر اللهم لك الحمد والشكر يعني وده طبعا بحضراتكم مش بيا الولاكم احنا ولا شي يعني فبلاحز ان نجوم الزمالك بيسخروا من نديهم عكس نجوم الاهلي يا فندم انا بنتقد المجلس وبقول عليهم مجلس فاشل وما ينفعش يدير كوشك بقالة وما ينفعش يدير سوبر ماركت انا هو انا لازم عشان يعني ابقواد بهاجم المجلس بقى وبنتقد المجلس هو انا لازم يعني 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 واحد زي كابتن حسين اللي بيب ده تخطى السبعين سنة لازم اشتمه واشتم هشام نصر لازم اشتمه واشتم احمد سليمان الوحيد اللي اقيل لكم احمد سليمان ده بيطلع مع مهيب عشان ويعمل ويسوي انا وقلت لكم ده المهيب ده بيطلع بياخد الاخبار مش عارف من احمد سليمان واحمد سليمان بيقول له ايه والعيبة بتتشتم على قناة ام بي سي واحمد سليمان رغم كده بيطلع على نفس القناة انا بس هو لازم يا فندم عشان انتقد لازم اشتم هي الشتيمة اللي انتقاد عندك يعني ما ينفعش انتقد بدون ما اشتم ما ينفعش انتقد ادارتهم بدون مغلط فيهم ينفع ولا ما ينفعش ايه لا فيه ناس عندها ما ينفعش انت بتطبل ده انا قلت ما ينفعش يديرو كشك بقالة انت بتطبل ده انا قلت مجلس السلحفاء انت بتطبل ده انا قلت انا اه الناس دي نجحوا فيه ان يفشلوا انت بتطبل عشان بنطقت باحترام انما لو بقلت ادب بمسك حسين لبيب ده باشتمه وبغلط فيه وبتنمر عليه وبقل ادب عليه ده انت وات جامد وبتحب النادي لا انا مش بحب النادي انا بقاليلي الادب لو انا باشتم الناس دي بالشتيمة اللي انتو بتشوفوها هنبقى قليلي الادب لابو يا رباني وامي قطول النهار كب بتسرح وامي ربتنيش لو انا عملت كده لو انا عملت كده فانا حزين على جمهور الزمالك اكسم بالله العظيم واحد بعتلي تعليق على الفيسبوك بيقول لي ان شاء الله زمالكاوي بيقول لي ان شاء الله احنا داخلينا على عشرية سودا بيقدم المشيئة ليه عشان هو ميزة ملكاوي هو شخصاوي هو تابعاوي هو لجناوي هو لجناوي مفيش حاجة اسمها انك تبقى انت عبيد لبيب لو بشوف في التعليقات الناس بتكتبلي انت عبيد لبيب يا فاندم انا هو انا بدعم مجلس ادارتي العبيد اللي بيدعم حدي غير مجلس ادارتي ده يبقى عبد ده يبقى خاين انما انا بدعم مجلس الادارة بانتقدهم صبحوا ليه والموضوع لازم تفهموا انك اه عاوزهم ينجحوا غزبا عنكم هتنجحوا لان نجاحكم هو نجاح للنادي انجحوا بقى لأ انا فاشل لأ هتنجح غزبا عنك هتنجح غزبا عنك انما العبيد اللي هم بيشجعوا حد مش موجود ومش راجع واكسم بالله ما جاي انا بكسم بالله مش جاي تاني خلاص خلاص من فوق والله والله من فوق مش احلب بالله كده محدش جاي حتى لو المجلس ده ماشي محدش جاي حبيبك مش راجع اللي انت بتعبده مش راجع انما انا بدعم مجلس ادارة النادي الزمالك حتى لو وحشين كابتن الخطيب الزمالك لما خد الدوري سنتين محدش طلع شتم وبالاهانة دي واتنمر عليه راجل برضو تخطى 70 سنة لانهم كلهم كده مع بعض الاهلوية احنا شعب احنا شعب متفرقة احنا قبائل احنا احزاب واللي مش عاجبه كلامي يشرب من البحر احنا ما بنحبش الزمالك انت شوية بيحبه ده وشوية بيحبه ده وشوية بيحبه ده لازم اطلع بقى عيل سافل وقليل الادب وواطي وما تربيتش ولا بويا ولا امي ربوني عشان اشتملك حسين ليبيب عشان ابقى وده الزمالكوي جامد انا كده من الزمالكوي جامد انا كده سافل وقليل الادب ومنحط وما تربيتش وما عنديش بربع جنيه تربية ما انا ممكن ما انتوا عارفين لساني انا كمحمد لساني قدي كده يعني لساني ده اطول يعني بص من الطريق الصحراوي ما انا ممكن اطلع عشت وقليل الادب انا معرفش اغلط في ناس كبيرة متربيتش عليك كده ترجمة نانسي قنقر